أهلاً مشاهدين وأهلاً بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين إذن مشاهدين بعد كثرة الوعود التي نقضتها الحكومات المتعاقبة بإصلاح الواقع الخدمي ويأس الشارع العراقي بعد عدم تنفيذ شيء منها اليوم حكومة الخدمات تنجز الكثير من المشاريع المهملة في الحقب السابقة كما وعد السودان بجعل هذا العام عام المشاريع والإنجازات بدأ الشارع يلمس هذه التغيرات في الإصلاح الواقعي بعيداً عن الشعارات فإنجاز الخدمات وصل إلى مراحل متقدمة على مستوى الطرق وإعمار البنى التحتية وكذلك المؤسسات الخدمية للمواطن فهذه الإنجازات أعانى منها المواطن وعدت له الثقة بعد هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين تشهد محافظة ديالة طرابات وتوترات أمنية خاطفة خلفت عدد من الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية كانت مرسومة بذقة لاستهداف النسيج المجتمعي في هذه المحافظة ولوقف هذا التداعي الأمني الذي يهدد السلم زار رئيس الوزراء على رأس وفد الرفيع المستوى المحافظة واجتمع بالقادة الأمنيين وأصدر عدد من التوجيهات لوقف مسلسل الدم وإنفاذ القانون ووضع المجرمين خلف قضبان العدالة أي أن كانت مسمياتهم وانتماءاتهم ووضع محددات زمنية لا تتعدى الأسبوعين لتنفيذ هذه المقررات الأمنية التي تكفل عودة الأمن لهذه المحافظة التقدم الواضح بالمشاريع التي تعمل الحكومة على إصلاحها سواء كانت المشاريع المتهالكة أم المنسية منها نفذتها الحكومة على أرض الواقع بعد فترة وجيزة من تسلمها المهام والمضي بتنفيذ برنامجها والفقرات التي انضوت فيه من إصلاحا للواقع وتغيير المسارات الخاطئة لسير المشاريع المتلكة المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري منذ بداية تسلمها المهام الحكومية حكومة الخدمات تعهدت ضمن برنامجها إصلاح الواقع الخدمي حيث اجتمع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مرارا وتكرارا بالجهات المعنية والمسؤولة عن إحداث التغييرات الحقيقية والواضحة في واقع الخدمات المتهالك أطلقت الكثير من القرارات بشأن الإعمار للمشاريع المتوقفة والمناطق المنسية وفي ضوء تعهد الحكومة بجعل عام 2023 عام الثورة في الخدمات والإعمار وضعت الأولوية للمشاريع الأكثر أهمية لتأتي البقية اتباعا حيث أطلقت حزمة مشاريع وشكلت اللجان الخاصة بمتابعتها بجهود متواصلة إذ انخفضت نسبة المشاريع المتلكئة بشكل ملحوظ وفق ما صرحت به وزارة التخطيط وهذا ما يفسره المراقبون بالجدية العمل وصدق الإصلاح الذي وعدت به فبينما تم إنجازه من المشاريع وواقع الخدمات المتهالك الحكومة تعتزم تطويره من خلال عقد شراكات مع الدول المتقدمة وكذلك تحديث المؤسسات الخدمية وتحسين الاستثمارات بالاتجاه الصحيح هذه الجهود تضع الأساس لإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية بإزالة المعرقلات المتجذرة نهاشم ماري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحد تكتر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بياسات والصورة من بغداد المحللة السياسية الأستاذ رياضة الأوحالي والخابر الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد أهلا بكم وأبدأ معك سيد رياضة الحكومة تؤكد إصلاح المشاريع المتلكة وتنفيذ المتلكة منها وتعتزم الاستمرار بهذا المسار وفق الإمكانات المتوفرة لكن هل تجدون أن الإمكانات متوفرة من الجانب المالي والسياسي سيد رياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكرام حقيقة هناك منهاج وضع من قبل السوداني وأعتقد هناك فقارات في هذا المنهاج تتعلق بكمال المشاريع المتلكة هناك كم هائل من المشاريع المتلكة لا نقول ربما يصل العدد إلى أكثر من 1400 مشروع ربما هذا كان في فترات الحكومات المتعاقبة في السابقة التي لم تكمل هذه المشاريع بأسباب ربما عديدة منها ملف الفساد ملف الإداءة سوليدارس والتخطيط وأيضا ربما حتى تتعلق بجوانب الإهمال حقيقة من قبل هذه الحكومات الآن نتيجة الاحتياج الحقيقي لهذه المشاريع وإلى إكماله ربما هناك كانت بعض المشاريع لها نسبة إنجاز يصل إلى 80% تتعلق ببعض المستشفيات ببعض المدارس ونحن نعرف الآن هناك مدارسنا فيها الدوام الثلاثي والثنائي وهذا بشكل ضغط حقيقة قامت حكومة السوداني حقيقة بوضع هذا ضمن استراتيجيته وأولوياته وهناك دعم حقيقي خاصة قيادات الإطار التنسيقي لحكومة السوداني لإكمال هذه المشاريع وأعتقد الدعم السياسي هو موجود وأيضا هناك تم تبويب أيضا من قبل الموازنة الحالية التي سوف تستكمل جميع فقراته وهناك تبويب لهذه المشاريع أعتقد الآن بدأت هذه الخطوات العملية بإكمال هذه المشاريع وربما سوف تستكمل أيضا مشاريع أخرى ربما يتم تغيير الواقع نحو الأفضل طبعا في الخدمات وخاصة هناك مشاريع تتعلق بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الصحة والتربية وكثير من القطاعات المهمة التي تحتاج إلى إنجاز حقيقي طيب هل يمكن القاء اللوم على الحكومات السابقة لفشلها في إنجاز الكثير من هذه المشاريع التي بغيت منتلكها طيلة سنوات حتى اليوم تلك الحكومات قسم من عدها عانى من عدم وجود دعم سياسي والبعض منها عانى من عدم وجود دعم مالي يعني أعتقد تتحمل كثير من هذه الحكومات السابقة جزء من هذه التبعات وربما هناك مقصرين هناك مثل ما ذكر السوء إدارة وسوء تخطيط وربما حتى ملف فساد كبير من هذه المشاريع التي تتلك بسبب نسبة الفساد فيها كبير وهذا أعتقد تحتاج حتى إلى مراقبة حثيثة من قبل الجهات الرقابية لمعرفة المقصرين ومعرفة من قام بعملية تلكه في هذه المشاريع باعتبار أن تأخيرها ساهم أيضا فاقم الوضع الخدماتي والصحة للمواطنين وحتى بموضوع الطرق والجسور وغيرها من المشاريع لذلك هناك أيضا جانب تقصيري من قبل الحكومات السابقة طيب رحبك مرة أخرى سيد على الدعم المالي متوفر حاليا تعتقد أنه كافي من الجوانب المالية والاقتصادية لأنجاح هذه الحكومة بتقديم الخدمات وأنجاز المشاريع المتلكئة وأخرى جديدة وجه التحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الأيام الكرام خيراك لا يمكن البت والشروع بهذه المشاريع بالشكل المطلوب ما لم يتم إقرار قانون الموازنة المعطل منذ ثلاثة أشهر دخلنا من السنة المالية ولا يوجد قانون للموازنة وأغلب المشاريع التي تنفذها الحكومة هي مرهونة بإقرار تلك الموازنة والموازنة في العراق أصبحت سياسية أكثر مما هي تلبي طموح اقتصادي ومالي الحكومة تريد تنفيذ برنامجها الحكومي والبرنامج الحكومي مرهون بإقرار الموازنة باعتبارها البرنامج المالي لتنفيذ البرامج الحكومية والمشاريع أما إذا الحكومة لديها إجراءات أخرى بالاتجاه إلى الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص ومحاولة إيجاد بدائل للتمويل هذا سيكون له جانبا آخر الحكومة منذ تسلمها لغاية اليوم بدأت بتحركات سواء كانت داخلية وخارجية من أجل البت بمشاريع خدمية لأنها أطلقت على نفسها حكومة خدمات وهذه المشاريع يمكن أن تلبي الخدمات وتقدم الخدمات للمواطن وعلى رأس تلك الخدمات هي الطاقة الكهربائية حيث أخذت الحكومة على عتقها التعاقد مع شركات عالمية كشركة سيمينس وشركة جنرال الكتريك من أجل البت بتلك المشاريع والقيام بها من أجل توفير الطاقة الكهربائية باعتبار أنه كل الخدمات تتوقف على توفر الطاقة الكهربائية هذا جانب الجانب الآخر هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة بتوفير الخدمات وأولى هذه التحديات هو التوافقات السياسية والعلاقة بين المركز والإقليم بالإضافة إلى الجفاف التي نعاني منه الآن بسبب تقليل حصة المياه من قبل دول الجوار طيب سيد علاء بالنسبة لغيظية التوافقات السياسية لذكرتها ما ممكن أنه تعجل بالتوصل إلى توافق أو حل هذه الموازنة باعتبار هذه المشاريع هذه الخدمات المنتظرة من قبل المواطن والشارع بحاجة إلى إقرار هذه الموازنة يعني لا يمكن الحكومة أن تسير بعكازة أو برجل واحد يجب أن تكون الاتجاه إذا كان هناك فعلا دعم سياسي كما معلن عنه في وسائل الإعلام يجب أن يكرس هذا الدعم من خلال إقرار الموازنة وهي دعوة من خلال منبر قناتكم للإسراع من قبل مجلس النواب بإقرار الموازنة بعد الاتفاق بين حكومة المركز والإقليم على تحديد حصة لإقليم كردستان هذا طبعا سيسهم بحل الخلاف الأبرز الخلاف الآخر هو على تحديد سعر النفط وهذا تم العمل به وأيضا كان هناك تعطيل لرفع قانون الموازنة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب هو نتيجة تغيير سعر الصرف وأيضا تغيير توقعات بسعر برميل النفط طيب جانب أيضا مهم الفساد المستشري بمختلف مفاصل الدولة العراقية سيدة علاء ما مدى أهمية مكافحتها من أجل الوصول إلى إنجاز كامل للمشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة المزمع من الحكومة إنجازها كما حددت الحكومة هذه السنة التي أسمتها بعام المشاريع ذكرت حضرتك وذكر ضيفك الكريم أستاذ رياض أنه الحكومات المتعاقبة تتحمل جزء كبير ومسؤولية كبيرة بعدم تنفيذ هذه المشاريع التي تأخرت وتلكئت وصولا بحيث وصلنا إلى عدد كبير من المشاريع خصوصا في المحافظات الجنوبية التي تعاني الآن من نقص في الخدمات وتعاني من فقر وبطالة كل هذا طبعا مرهون بالتوافقات يعني هذه الحكومة هي تسمى حكومة إنقاذ للوضع السياسي الحالي ما لم تدعم هذه الحكومة بتقديم الخدمات وبإقرار موازنة لا يمكن أن تستمر العملية السياسية لأن الخدمات في تدني وتراجع مستمر بالإضافة إلى هذه الحكومة رفعت شعار محاربة الفساد اللي كان إلى الدور الأبرز بتلك أبرز المشاريع وأكبرها وضياع الكثير من الأموال على مدار السنوات السابقة طبعا لدينا ثقة بسيد رئيس الوزراء وبكابينته الوزارية لأنه رجل نزيه ولديه تاريخ مشرف عمل بأكثر من منصب وأيضا مشهود بنزاهته وكفاته ومتأكدين أنه سيكون يحارب الفساد إذا تحقق معاه دعم سياسي من قبل جميع القوى السياسية لأن الفساد وصل إلى مراحل لا يمكن السكوت عليه أعود لك سيد رياض ما هو تقيبكم للجهد الخدمي المبذول وفق الخطة الحكومية ما مدى أهمية هذا الجهد الخدمي لإنجاز هذه المشاريع بالتأكيد هذا يساهم مساهمة فعالة وجادة وحقيقية بإكمال هذه المشاريع هناك جدية حقيقة من هذه الحكومة لإكمال كثير من هذه المشاريع وهناك خطوات بدأت بمراقبة الجهد الخدمي لهذه المشاريع وإكمالها وبالتالي هناك بدأت بموضوع الجسور وابتتاع طرق وأيضا إكمال مشاريع متعلق ببعض المستشفيات وأيضا التعاقد مثل ما ذكر ضيفك موضوع الشركة السيميس للكهرباء يعني خاصة أننا نعاني من أزمة كهرباء والحكومة جادة بمتابعة إكمال كابفة المحطات الموجودة سواء في المحافظات الجنوبية أو الوسطى أو الشمال لذلك هناك جدية حقيقية بالمتابعة الفعالة وهذا أعتقد استوفر يساهم في إكمال المشاريع هناك يجب ليس فقط بإكمال المشروع وإنما المتابعة الحثيثة لإكماله ضمن المدة الزمنية أعتقد المدة الزمنية هي معامل مهم وأيضا تقييم الجودة ربما هناك كانت في الفترات السابقة يتم استلام المشروع من الشركة ولم يكن هو بالمواصفات المطلوبة وبالتالي تظهر تخصفات بعد هذا يعني إكمال المشروع الآن هناك جدية لمتابعة جودة العمل لإكمال هذا المشروع وأيضا العامل الزمني الذي هو أيضا يعتبر مهم جدا بإكمال المشروع خاصة العراق يحتاج إلى مشاريع هناك ازدحامات مثلا مرورية كثيفة تحتاج إلى جسور وتحتاج إلى طرق وبالتالي حتى إكمال الطرق وأكساها بشكل في عامل قياسي وأعتقد الحكومة جادة بجانب الطرق لإكمالها في الوقت القياسي حتى يمكن امتصاص عملية الاختناقات المرورية التي يعاني منها العراق وحتى وقية المشاريع الأخرى مع التنسيق مع جهد الخدمي الموضوع من قبل الحكومة طيب سيد رياضة هناك جهد يجب أن يكون مشترك مثل جهد الخدمي هو مشترك ما بين مختلف الجهات والوزارات حشد أمانة عاصمة بلديات وغيرها ودفاع وداخلية يعني الخدمات المطلوبة والمشاريع المطلوب أو منطلوب إنجازها هو بحاجة إلى جهد وتحمل مسؤولية مختلفة في الوزارات والجهات الحكومية هل وصلنا سيد رياض إلى حالة الاستنفار الخدمية في عموم البلاد حتى تنجز كل هذه المشاريع؟ أعتقد نحتاج إلى حالة الاستنفار هذه وأعتقد هناك جدية من بعض الجهات يعني هناك تم إشراك حتى الحشد الشعبي وهناك خطوات كبيرة يقوم بها الحشد لإكمال كثير من هذه المشاريع ولكن نقول هي نسب متفاوتة في الإنجاز هناك وزارات ربما هناك تلكوات في عملها وهناك وزارات تعمل بشكل جيد وهناك أيضا هيئات حتى ربما أمانة بغداد تحتاج إلى جدية أكثر من قبل أمانة بغداد لإكمال المشاريع ولكن هناك جهات أيضا بدأت بإنجازات كبيرة أعتقد تحتاج ومثل ما ذكر رئيس الوزراء هناك جهات تقيم أداء أو عمل المؤسسات أو الجهات الساندة للجهد الخدمي وبالتالي سوف يكون هذا التقييم لإكمال مدى إكمال هذا الشخص في منصبه من عدمه هذا يعتمد على مدى نسبة نجاحه في المخطط له في إكمال هذه المشاريع وأعتقد العامل الوقت مهم والآن نلاحظ أن الحكومة أيضا ساهمت مساهمة فعالة في تقليل الفساد أعتقد كان في السابق الفساد يعتبر عامل مهبط لإكمال هذه المشاريع أو إكمال إنجازة ولكن الآن الحكومة جديا نلاحظ حقيقيا من قبل هذه الحكومة لمتابعة جميع ملفات الفساد وإكمال المشاريع في الوقت وأيضا تقييم عمل المؤسسات العاملة في هذه المشاريع طيب سيد علاء كنا رئيس الوزراء من خلال حفل العاصمة أمنت العاصمة أعلن عن إطلاق 150 مشروع تحدث عن عقود كبرى وكذلك بعدها يمكن 15-16 مشروع بما يختص بطرق وجسور لفك الزحام والاختناقات المرورية طريق حلقي وغيرها الحكومة تعتبر نفسها أنه مقدمة على إنجاز مشاريع بإعداد كبيرة لكن واقعيا هل هي كافية هذه المشاريع لو الواقع البلد هو بحاجة إلى خطوات أكبر لو تعتبر هذه المشاريع رغم عددها أن لم يكن كافيا هي خطوات نحو المسار للوصول إلى تقديم الخدمة الكاملة للمواطن طبعا العراق يحتاج الكثير من المشاريع خصوصا المشاريع الستراتيجية مشاريع البنى التحتية كالمترو يفكل الاختناقات وأيضا يحتاج إلى طرق جديدة خصوصا أن العراق يمتاز بموقع جغرافي مهم جدا إذا أردنا إحياء القناة اليابسة أو ترانزيت مع خمس دول لدى العراق وهذا طبعا مورد مهم للموازنة هذا يحتاج إلى مشاريع بمشاركة القطاع الخاص سواء كان المحلي والأجنبين للحكومة اليوم لوحدها لا تستطيع القيام بتلك المشاريع دفعة واحدة تحتاج إلى شراكات مع قطاع خاص تحتاج إلى استثمار تدخل شركات مستثمرة حقيقية تبتعد عن الاستثمار الصوري التي امتلت ببغداد والمحافظات عبارة عن مولاة ومدن ترفيهية ومطاعم بدون أن تكون هذه المشاريع هي مشاريع استثمارية حقيقية مشغلة للقطاع الخاص وأيضا مشغلة للأيدي العاملة كالمشاريع الزراعية والصناعية العراق لديه الكثير من الإمكانات يحتاج إلى بيئة طبعا اليوم البيئة متوفرة تحركات الحكومة متمثلة بسيد رئيس الوزراء على الجانب السعودي والجانب المصري وعن طريق الأردن وإلى ألمانيا وإلى فرنسا كل هذا طبعا تحركات من أجل تسجيع الشركات الاستثمارية ونجحت الحكومة بجولة تراخيص الخامسة لاستثمار الغاز اللي كان معطل الغاز المصاحب هذا طبعا والغاز الطبيعي اللي هذا طبعا مورد مهم جدا وهناك جولة سادسة أيضا لدخول شركات استثمارية خصوصا اليوم الفرصة مؤاتية هناك طلب على الغاز هناك نقص في الغاز المجهز إلى أوروبا بسبب حرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا نستفيد من هذه الميزة نستفيد من ميزة ارتفاع أسعار النفط يكون هناك وفرة مالية وهذه الوفرة تخصص إلى المشاريع الاستثمارية بدل أن تذهب إلى الاستهلاك طبعا هذا كله يحتاج إلى جهد كبير جدا يحتاج إلى دعم هذه الحكومة بتحركاته الداخلية والخارجية أيضا دعم المجتمع الدولي رسالة موجهة أن العراق آمن ومستقر ويمكن أن تدخل هذه الشركات وتقوم بمشاريع استثمارية وطبعا الوضع مؤاتي لكن إذا حاربنا الفساد بشكل حقيقي وتم ارتفاع مؤشرات العراق بوفق الشفافية والبيئة المؤسسية المشجعة للاستثمار طيب هذه اللقطة تحديدا خلينا نخوض بتفاصيلها سيد علاء وباعتباره خبير اقتصادي الجانب الاستثماري ما تعتقد أنه ما إلى حيز بهذه الخطط الحكومية الموجودة حيز كبير مذكور في بعض المشاريع لكن ما موجود حيز كبير واليوم العالم يمكن المتقدم وغير المتقدم يعطي مساحة أكبر للجانب الاستثماري حتى ينجز الكثير من المشاريع التي الدولة ربما غير قادرة على إنجازها بشكل كامل طبعا هذا أكيد يعني ذكرت الحضرتك أنه إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعطل نعم اللي تم قراءته قراءة أولى وثانية وأيضا لم يتم إقراره هو مهم جدا أيضا جذب استثمارات حقيقية إلى العراق يمكن أن تغير الخارطة الاقتصادية خصوصا أنه إكمال مشروع ميناء الفاو إنجاز القناة اليابسة استثمار الغاز كل هذه المشاريع هي طبعا أولا توفر وفرة مالية وإيرادات ويمكن استغلال هذه الإيرادات بتوفير مشاريع بنى تحتية واليوم العالم والقطاع الخاص يبحث عن بيئة مناسبة للاستثمار والعراق متعطش لهذه المشاريع باعتبار أنه كل دول العالم اكتفت أغلب دول العالم من إنجاز طرق سريعة إنجاز المترو وإنجاز الكثير من المشاريع حتى على سبيل المثال على مقرب أقلين كردستان الآن فيه طرق سريعة وفيه خدمات جيدة يمكن استثمار الشركات إنه تدخل إلى العراق وتستثمر في هذا المجال طرق سريعة حتى وإن كانت مقابل مبالغ معينة هذا سيسهم بحل الاختناقات من جهة وإيضا يسهم بتوفير الخدمات يعني كثير الحديث من قبل الحكومات المتعاقبة عن مترو بغداد ولم يرى النور لحد الآن الكثير تتحدث عن طرق سريعة وإنجاز سكك حتى تربط المراقد المقدسة في النجف وكربلاء هذه اللي يمكن استغلالها في موسم السياحة الدينية لم يستغل العراق أيضا دخول الأهوار إلى لائحة التراث العالمي بحيث ينشئ بنى تحتية ومشاريع يمكن أن تكون مشجعة لقيام السياحة أيضا زيارة البابة والحج أيضا هذا مهم جدا أنه لو تم استثماره بالشكل الصحيح بحيث يكون العراق قبله سياحية وقبله دينية تكون إيراداتها لا تقول له أهمية عن إيرادات النفط طيب بعد لك سيد رياض الحكومة أكدت بأكثر مناسبة على العمل لإنجاز المشاريع بأعداد كبيرة ومشاريع ضخمة بمختلف القطاعات لكن هل الحكومة فعلا قادرة لو هي كما ذكر البعض بأنها تعطي وعود بسقوف عالية ربما لا تتمكن من إنجازها يعني أعتقد المشاريع الجديدة تحتاج إلى تخطيط وهناك لاحظنا هناك تخطيط من قبل وزارة التخطيط لم يكن بالمستوى المطلوب يعني هناك كانت مفروض تكون هناك خطة خمسية وخطة عشرية كما هو معمول في كثير من دول العالم يعني هذه الخطط هناك أولويات تعطى للمشاريع الاستراتيجية حتى يمكن إنجازها في فترة قياسية الآن لاحظنا مثلا حجم المستشفيات ربما هناك عدد كبير من السكان يعني تضاعف أعداد السكان ولكن بقية المستشفيات لا تلبي حاجة الشعب العراقي وبالتالي هذا كان مفروض مسؤولية الوزارة التخطيط بإكمال المستشفيات حتى يمكن امتصاص الكثافة السكانية المتزايدة من السكان وضمن الرقعة الجغرافية ولكن هناك تلكات من قبل هذا الجانب طيب لكن تسمح لقاطك سيد رياض نجاح الحكومة بإنجاز بعض المشاريع على أرض الواقع ألم يوثبت إمكانية الحكومة فعلا على إنجاز هذه الوعود وتحقيقها؟ يعني بالتأكيد أنا ذكرت أن هذه الحكومة هي جادة حقيقة بك مال هذه المشاريع وأيضا هناك تبويب حتى ربما ذكر ضيفك في أحد الأجوب أنه هناك بموضوع الموازنة هناك تبويب تم تبويب كثير من هذه المشاريع خاصة النسبة الإنجاز التي فيها كان 80% وتحتاج فقط إلى 20% تم تبويب هذه الموازنة وسوف تستكمل تقريبا أغلب هذه المشاريع مثلا هناك بعض المستشفيات تحتاج إلى فقط ربما 15% أو 20% سوف تكون جاهزة خلال سنة مثلا وتكون أيضا تستقبل المواطنين إذن الحكومة هي جادة حقيقة بإكمال هذه المشاريع ولكن الموازنة سوف تقرأ خلال فقط الموازنة بين الأقليم نسبة الأقليم أتصور وبين حصتهم من النفط والغاز تعطيها للمركز ولكن في عموم أو تفاصيل الدقيقة لهذه الموازنة تم قرار أو تمت تبويب هذه المشاريع من قبل الحكومة وسوف يتم المصادق عليه من قبل البرلمان هذا من جانب ومن جانب أخرى هناك مشاريع خاصة الطرق الحكومة أيضا جادة بيكمل هذه المشاريع مثل المشروع الحلقي الذي سوف يقلل الازدحامات في بغداد حتى يمكن إلى أقل من هذا اللاحظة هناك عملية اقتناقات مرورية في وقت الظهيرة أو صباحا تم عالجة هذا وأيضا هناك وضعت آليات للتنفيذ هذه المشاريع التي تتعلق بالجسور وتتعلق ببعض الطرق التي يمكن امتصاص الزخم المروري في البغداد طيب سؤال أخير لكم سيد علاء وجواب مقتضى بذات أسماح المشاريع والنجاح بتقديم الخدمات مرتبط بالموازنة كما ذكرت حضرتك بالتالي كيف تقيمون العلاقة ما بين البرلمان أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للمضيب القوانين من ضمنها وأهمها الموازنة لنجاح بتقديم الخدمات للمواطن بالتالي هناك تنسيق عالي بين الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية من أجل إقرار القوانين المهمة التي تدعم العمل الحكومي لكن اليوم تأخرت الموازنة رفوحها من الحكومة إلى مجلس النواب وطبعا كان هناك تساؤلات من قبل أعضاء اللجان المالية عبر وسائل الإعلام أنه لماذا تأخرت؟ هي تأخرت نتيجة التعديلات الحاصلة في الموازنة منها أنه تغيير في سعر صرف الدولار الذي أعاد حسابات الموازنة من جديد أيضا اليوم الرئيس الوزراء يحظى بتأييد شعبي من جهة وأيضا تأييد القوى السياسية الداعمة له يمكن أن يمضي قدما ويمضي مجلس النواب بإقرار قانون الموازنة لأن هذه فرصة للحكومة خصوصا أن هناك انتخابات لمجالس المحافظات قادمة في هذا العام فإقرار الموازنة أخير إقرار الموازنة سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات وأيضا على إجراء الانتخابات في موعدها الشكر جزيلا لكم الخابير للاقتصادي الأستاذ علالة الفهد كنت ضيفا كريما والشكر لكم المحلل السياسي الأستاذ رياض الوحالي كنت ضيفا كريما شكرا لكم ومشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه اشتركوا في القناة أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد عضو التلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي أهلا بكم دكتور وترحيب الخبير الأمنية سيد مخلد حازم أهلا بكم سيد مخلد وأبدأ معك سيد مخلد شنو موضوع ديالة طيلة هذه السنوات برأيك ما هي طبيعة هذه الجرام اللي يتعرضوا لها أهالي ديالة هل هي إرهابية أم طائفية أم سياسية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الدكتور سلام ولمشاهدين القناة يعني حقيقة إذا ما أردنا نتكلم عن الديالة فهي ديالة معقدة تعتبر أحد أهم بؤر الاختلاف السياسي وبالتالي الاختلاف السياسي ينعكس على البنية المجتمعية والبنية المجتمعية أكيد تنعكس على الوضع الأمني في ديالة ديالة يعني منذ فترات طويلة هناك كتل وجهات سياسية تحاول فرض سيطرتها على القرار في ديالة حتى في بعض الأحيان القوات الأمنية تقف عاجزة على أن تقوم بواجباتها تجاهها كذا قرارات ديالة منطقة تحيط بأربع محافظات عراقية نهاياتها سائبة ديالة سابقا كانت منطقة للتعايش السلمي لكن مع الأسف تحولت إلى منطقة للصراعات المذهبية الكتل السياسية أو الجهات الماسكة لديالة حولت النواحي المدن القرى في ديالة إلى كنتونات مذهبية مع الأسف تتصارع فيما بينها حولت هذه المنطقة إلى منطقة الصراع وبالتالي الكثير من ديالة هجر خرج خارج ديالة ترك الأرض وبالتالي هناك جهات استوطنت في هذه البقعة نشطة من خلالها عمليات الجريمة المنظمة عمليات التهريب هذه الأمور جميعها تجعل عصابات داعش تنتهز هذه النقاط الضعف وتقوم بعمليات استباقية سواء على المدنيين سواء على القطاعات الأمنية لم يكن لدينا حقيقة أجهزة ماسكة للأرض تستطيع أن تفرض سيطرتها كقوة عسكرية ماسكة للأرض موجودة القوات لكن في أكثر الأحيان هذه القوات تتعارض مع القرار السياسي أكثر من جهة ماسكة للأرض أكثر من قرار أمني في ديالة بالتالي إذا ما يعني دققنا في خطاب السيد السوداني قبل يومين أو البارحة عندما قال سوف نعزز ديالة بقطعات من بغداد أي بما معناه سيد محمد الشياء السوداني لديه العلم والدراية أن ديالة لا يمكن السيطرة على أكيد عند العلم الدراية الموضوع ديالة صار لعدة سنوات نعم إذا اعتبرناه حتى قبل داعش أو ما بعد داعش فهم صار لعدة سنوات دعني أنتقل إلى دكتور سلام تتفق مع سيد حازم سيد مخلد بأنها أغلب هذه الجرائم طبيعتها قد تكون سياسية ولو كانت حتى لو كانت إرهابية كان من الممكن أن تحل بإجراءات أمنية عسكرية لكن إذا كانت هذه الجرائم بطبيعة سياسية برأيك دكتور سلام شلون تنحل نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأفاضل وعلى زميلي العزيز السيد مخلد بصراحة اليوم ما يجري في ديالة يعني أمر مؤلم وموجع لأن يوم للأسف مرة أخرى يتكرر مسألة الدماء وهناك أبرياء تذهب ضحية صراعات قد تكون صراعات سياسية تنعكس بشكل سلبي على الوضع الأمني يعني أعتقد أنه سيد مخلد ذكر شيء مهم جدا لأن طبيعة محافظة في ديالة كطبيعة جغرافية وكتضاريس وكمساحات شاسعة وأيضا ارتباطها بأكثر من محافظة قد تجعلها دائما هي قنبلة موقوتة في تحريك الملف الأمني جزء كبير من هذه العمليات يتعلق بالوضع السياسي بشكل أكيد يعني شوفوا اليوم عندما تكون هناك افترابات سياسية وعدم استقرار سياسي تبدأ هذه المجاميع الأرهابية بالتحرك في اختيار الزمان والوقت والمكان قبل فترة حصلت هناك بعض الانقسامات داخل المكون السني بسبب يعني توزيع المناصب أو اختلافات في وجهات النظر أو بالاتفاقيات وعدت هذه الاختلافات إلى انسحابات من نواب مهمين من محافظة ديالة بصراحة هناك من يتربص وهناك من يستثمر هذه الصراعات السياسية ويحرك أجنداته في وقت وزمان يختارها لدق أسفين الفرقة وكذلك لتهديد بغداد وثلم الانتصار اللي تحقق على داعش مهما يكون نوع الأرهاب بسا قد البعض يصف أن هذه العمليات الأرهابية أغلبها قد تكون بطامع انتقامي أو طابع أشائري البعض يقول أنها ليست تابعة على داعش نحن اليوم نتحدث عن عمليات أرهابية وبالتالي أي عملية أرهابية هو خرق أمني إذا كان لداعش أو غير جهة تنتمي لهذه الأصابات أنا ذكرت أنه اليوم الجزء الأكبر هو خلافات سياسية تنحكس على الوضع الأمني لكن هذا لا يمنع أو لا يبعد المسؤولية عن تقصير القوات الأمنية يعني نحن نتحدث عن أمن يجب أن يكون للمنظومة الأمنية بمعزل كبير عن الجنب السياسية وحذرنا في أكثر من مرة وكانت لدينا بيانات في اعتلاف النصر لأكثر من مرة يجب أن نجنب العملية الأمنية والمؤسسة الأمنية من الصراعات السياسية أن تكون بمعزل لا بد أن يكون هناك قرار موحد للقائد الحام للقوات المسلحة وأيضا تنسيق المواقف بين كل القوات الأمنية لا أن يتشضى القرار الأمني ولا أن تتعدد الجهات التي تتحكم بالوضع الأمني تغيير القيادات لم يفلح لأكثر من مرة هناك خرق يحدث في محافظة ديالة ويكون هناك إجراءات بتغيير القيادات أو تغيير القائد الموجود ولكن هذا بصراحة لم يعالج الموقف نحتاج إلى حزم السيد الرئيس الوزراء والقائد الحام للقوات المسلحة ذهب بنفسه إلى محافظة ديالة للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه هذه المحافظة ونتمنى أن نوصل إلى خيوط ونتائج من أجل معالجة الملف الأمني بأسرع وقت وأن يبتعد عن المجاملة بصراحة وأن يكون القرار محصورا بالحكومة والقائد الحام للقوات المسلحة وأن يكون تنسيق للمواقف من كل القوات الأمنية والسودان يمكن دكتور سلام أكد أنه لا توجد حضوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين والكل يجب أن يخضع لإرادة القانون التي سوف تكون فوق الجميع وأعود بالسؤال لكم سيد مخلد كما ذكر دكتور سلام تغيير القيادات الأمنية في ديالة غير مهم يجب أن تكون هناك تغييرات على الخطط من ضمن الخطط هي القوى الماسكة ممكن أن يكون هناك دور للحشد الشعبي ليش الحشد بعيد عن هذه المناطق مع العلم كان هناك مطالبات من أهالي بعض أهالي هذه المناطق بعض القرار بإيجاد وجود للحشد في هذه المناطق لحمايتهم يعني إذا ما استذكرنا ما تطرق إليه سيد السوداني في لقائه الأخير أنه يبحث عن السبب عن الخلل وقال الذي لا يستطيع أن إداء واجبه فليجلس في البيت وبالتالي السيد السوداني يعرف أين يكمن الخلل نعم هناك قيادات يعني لأكثر من جهة لكن هذه القيادات مشكلتنا أنها يعني تتعاون مع كتل سياسية يعني تتعاطف العمل الأمني والاستخباراتي والأسكري يجب أن يكون بمعزل عن أي قرار سياسي أي جهد سياسي فبالتالي نحن اليوم نرى أن المؤسسة العسكرية هي لصيقة للوضع السياسي لصيقة للقيادات السياسية وحتى أكثر القيادات السياسية هي من أتت بالقادة العسكريين سواء في ديالة وغير ديالة بالتالي أكيد هذا القادة العسكري يكون يعني ملبي لطلبات هذا الشخصية السياسية وليس ملبي لطلبات مهنته وواجبه وعقيدته العسكرية طيب لكن سيد مخلد يعني أنت ذكرت تعقيدات ديالة معاقدة جدا معطيات ديالة لكن برأيك هذه التعقيدات في ديالة التعقيدات السياسية خصوصا هل يمكن أن تسمح بتغييرات أو حلول للملف الأمني دون تدخلها يعني إذا ما سعى السيد السوداني مثل ما تفضله وأتت قوات نخبة من بغداد وسيطرت على مداخل ومخارج ومنافذ التهريب وبعض الأماكن التي هي ممكن تكون أرضة دخول إرهاب ودخول إصابات الجريمة المنظمة فأكيد سيكون هناك رادع نحن لحد هذه اللحظة لم نرى أن هناك رادعا حقيقي في ديالة وفي كاركوك وفي بعض المناطق التي دائما ما نراها حرضة للإرهاب وأصحاب الجريمة المنظرة لكن في ديالة الموضوع قد فاق إرهاب داعش يعني إرهاب داعش أو إصابات داعش دائما ما تقوم بعمليات استباقية في بعض الأوقات التي تنتهز فرصة فيها لكن اليوم نحن نتكلم عن جريمة منظمة عن إصابات تسرح وتمرح في ديالة في الأسواق تقتل أطباء تدخل على قرى ناس آمنين الحاجز الأمنية أو سيطر الأمنية لم يستطيع إيقافهم فنحن اليوم أمام جريمة منظمة وهؤلاء كلنا يعرف لن يستطيع السير بمفرده إلا إذا كانت هناك جهة داعمة إذا ما ذهب السيد محمد الشياع السوداني بوضع حد لجميع هؤلاء واستطاع أن يضرب حقيقة بيد من حديد في هذه المحافظة فإن هذه المحافظة ستبقى عرضة لهؤلاء ولعناصر داعش الأرهابية فبالتالي نعم تغيير القيادات في بعض الحالات تكون ناجعة وفي بعض الحالات لا تكون ناجعة لأننا أمام قطاعات متعددة أجهزة أمنية متعددة لا ضير إشراك الحجد الشعبي لأن الحجد الشعبي هو يعتبر أحد المؤسسات التي تابع إلى رئاس مجلس الوزراء أو جهاز الأمن العراقي فبالتالي لا ضير في ذلك طيب دكتور سلام برأيك شنو راح تكون تداعيات هذه الجريمة والجرائم اللي سبقتها على شاكلتها وكلتنا شاهدنا شيخ مصطف في هذه الجريمة اللي الشهداء كانوا من عائلته وفي الجرائم السابقة أيضا تعرضت عائلته شيخ مصطف التميمي وقراءهم لهكذا جرائم تمامة خصوصا في ديالة قدموا الكثير من التضحيات والشهداء تداعياتها شنو راح تصير بشكل عام ما بين هذه القرى والمناطق نعم أستاذ بشار تعرف التداعيات خطيرة جدا وتنظر بواقع أخطر بصراحة اليوم أنت عندما يجب أن تشخص الخلل وتعالج بسرعة يعني اليوم وقوف سيد رئيس الوزراء والقادة العام والقوات المسلحة واجتماعها بالقادة والشيوخ العشائر أكيد هناك عدة نقاط شخصها ويجب أن تتم معالجتها بأسرع وقت أنا أعتقد أنه ما يجري في ديالة هو نفس المعادلة التي تجري في الطارمية بصراحة نفس المعادلة يجب أن نخرج من هذه المعادلة المغلوطة وننتقل إلى بناء مؤسسة عسكرية رصينة بغض النظر عن الخلافات السياسية لأن هذه الخلافات السياسية بصراحة ما رح تنتهي الخلافات السياسية في شكل النظام السياسي الحالي رح تستمر بصراحة يعني موجودة لكن أنت شون تخرج يعني ديالة أو غيرها من المحافظات من الصراعات السياسية يجب أن لديك منظومة أمنية حقيقية ويجب أن يكون لديك فعل قبل ردة الفعل أنا اليوم مو أنتظر محافظة ديالة تحدث العملية الإرهابية ومن ثم تكون هناك استنفار للقوات الأمنية وخطط وتبديل القادة يجب أن يكون هناك فعل حقيقي من خلال استراتيجية ومنظومة أمنية تدخل بها التكنولوجيا الحديثة وأيضا تكون هناك عمليات استباقية واستخبارية وجمع بيانات ومعلومات وقاعدة بيانات لكل الأقل الموجودة في المحافظة وإدخال التكنولوجيا طيب 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 كما أكد السيد السوداني يجب على الجهزة الأمنية وهو القائد العام للقوات المسلحة يجب تحديد المجرم والجهة الداعمة له أي أن كانت هل هذا مؤشر أن السوداني سيبحث عن العلاقة بين بعض السياسيين والإرهاب وإن ثبتت هذه العلاقة راح يقدر السوداني يتعامل معه بغض النظر عن الجهة اللي ينتمي إلها هذا السياسي إذا أراد السوداني أن ينجح في ديالة وينجح في كل المحافظات العراقية في المحافظة على مكتسبات الانتصار على داعش وتحقيق الأمن في كل ربوع العراق لابد أن يكون جريئا وحازما وقويا في كشف أي جهة مهما كان وزنها ومهما كان حجمها داخل العملية السياسية يجب أن تكشف للرأي العام وأمام كل القوة السياسية إذا كانت متورطة بأي أجندات إذا كانت داخلية أو خارجية الأمن لا ينجح إلا من خلال الاستقرار السياسي وكذلك تشخيص ومعالجة الأخطاء والخلل أي جهة كانت وراء هذه العمليات اليوم نحن نتحدث سيد بشار اليوم أمام دماء الدماء العراقية أعز وأغلى من الجميع فبالتالي نحن اليوم ما ممكن أن نجامل على حساب هذه الدماء وعلى حساب أمن الشعب العراقي لابد للسيد السوداني أن يكون قويا وحازما وجريا لأن اليوم بصراحة عدم معالجة ما يجري في دياله ممكن يجر الحكومة السوداني إلى واقع خطير ومؤلم إضافة إلى المشاكل والملفات السياسية الموجودة وتواجهها الحكومة إذا فتح الملف الأمني بهذه الطريقة ممكن أن تعرقل كل البرنامج الحكومي للسيد السوداني لذلك الكرة في ملعب السوداني وهو أمام تحديات ونتمنى أن يتعاون الجميع معه في نجاح مهمته في محافظة دياله طيب سأل أخير لكم سيد مخلد السوداني أكد رفضه للنهايات السائبة في الملف الأمني عادة بالجرائم الأرهابية الماضية في دياله وغير محافظات أيضا تتم بعض الإجراءات وبعض التحقيقات ويتم الجلوس مع التمايمة مع أي عشيرة منكوبة مع أي أهالي منطقة تعرضت لجريمة وبعض الإجراءات الأمنية تغيير قيادات وانتهى الموضوع ثم تتكرر هذه الجريمة برأيك شلو رح يخلي السوداني هذه النهاية غير سائبة يعني أنا أرى يعني حقيقة هناك تعمد في جعل النهايات سائبة وخصويا في دياله يعني خصويا نحن اليوم نتكلم عن قطاعات كثيرة ماسكة للأرض لكن في نفس الوقت نتكلم عن أنه دياله هي منطقة مفتوحة ذات نهايات سائبة لا يوجد فيها أحكام أمني متكامل هناك آليات هناك وسائل استخباراتية يستطيع من خلاله الجهاز الأمني قفل هذه النهايات لكن لم نرى أن هناك إرادة حقيقية لقفل هذه النهايات أنا أرى أن هناك فوعل خارجية وفوعل داخلية تريد لدياله أن يبقى وضعها كما هو الآن لأن دياله حقيقة هي منطقة استراتيجية مهمة دياله لديها خزين من الغاز يعني قد يحادل حق العكاز في الأنبار يعني هناك استثمارات قد تكون في هذه المنطقة وممكن تكون من المناطق الثرية بالتالي أنا أرى هناك تعمد في إبقاء الوضع في أدياله بهذا الحال لأجل أنه لا يتم استثمار ولا يتم خروج هذه المنطقة من هذه الحالة التي هي عاشتها لطوال هذه الفترات السابقة لذلك نحن نتكلم عن إرادة حقيقية لحكومة إرادة حقيقية للجهاز الأمني في ضرب هؤلاء الأصحاب الجريمة المنظمة هؤلاء المهربين لأن اليوم هناك نشاط قوي للتهريب في دياله خصوصا في تهريب الآثار لم يلاحظ ولم يتطلق إلى هذا الموضوع هناك مدن أثرية في دياله ويتم تهريب الآثار إلى خارج الحدود وبالتالي تهريب النفط وتهريب الدولار وتهريب الكثير من الأمور تهرب من دياله فبالتالي إذا استقر الوضع إذا سيطر على الوضع فأكيد هؤلاء لن يجدوا لهم أرض يستطيعوا أن يهربوا من خلالها فيبقى الحال يريد بقاء الحال كما هو عليه في دياله نتمنى من أهالي دياله أن يكونوا مدركين لخطورة هذا الكلام التي تحدثت به وهذه المخططات سواء كانت داخلية أو خارجية وشكر جزيلا لكم الخبير الأمني سيد مخلد حازم كنت ضيفا كريما شكرا لكم وشكر لكم عضو اتلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي كنت ضيفا كريما وشكر موصل لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة ولللقاء في حصاد آخر ترجمة نانسي قنقر